استنكرت الحكومة اليمنية الأعمال الإرهابية للميليشيات ضد المدنيين العزل في صنعاء والاعتداء على الطالبات بالضرب المبرح واختطاف بعضهن وذكرت مصادر في صنعاء أن عد المعتقلين من المختطفين وصل إلى ثمانين معتقلا من طلاب الجامعة والنشطاء والأعلاميين فيما تستمر الملاحقات ومدهمة المنازل في الحراطة ردود الأفعال ما زالت تتوالى على اختطاف الحوثيين لنشطين وطلاب من جامعة صنعاء مصادر حقوقية وأمنية ذكرت أن عدد المعتقلين الذين اختطفتهم الميليشيات ارتفع إلى ثمانين معتقلا معظمهم من طلاب وطالبات جامعة صنعاء فرق مسلحة تتبع الميليشيات تقوم بعمليات دهم وملاحقات واعتقالات في أحياء متفرقة من صنعاء عبر أمناء الحارات ووفق كشوف وقوائم أعدت مسبقا الحملة تستهدف اعتقال ناشطين سياسيين وحقوقيين ومدونين وناشرين عبر مواقع التواصل وإعلاميين مناوئين للميليشيات الحكومة اليمنية استنكرت الأعمال الإرهابية للميليشيات ضد المدنيين العزل في صنعاء والاعتداء على الطالبات بالضرب المبرح واختطاف بعضهم وأكدت الحكومة في بيان لها أن حالات الاعتداءات والقمع التي تنفذها الميليشيات تعكس سياستها الإجرامية والانتقامية بحق اليمنيين دعية المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة تلك الجرائم الممنهجة وكانت الميليشيات قد قمعت السبت تظاهرة سميت بثورة الجياع احتجاجا على غلاء المعيشة وانعدام الرواتب وانهيار العملة وتركزت حملة الحوثيين على جامعة صنعاء حيث اقتحمت حرم الجامعة واعتقلت طلابا وطالبات وقادتهم إلى أقسام الشرطة وأماكن مجهولة وأظهرت تسجيلات بثها نشطاء مسلحين حوثيين أمام جامعة صنعاء وهم يسخرون من ثورة الجياع ويهددون بالتصدي لها